كتاب المقدس لكل الناس لأن الله الحي الحقيقي خالق لكل البشر علشان كده يهمه ويفرق معاه خلاص كل البشر وارسلته يحب أنه هتوصل لكل البشر الكتاب المقدس في الترجمات بتاعته خليني أسأل ليه ممكن كتاب يترجم من لغة إلى لغة أخرى أو من من كالتشر من مكان اتقال فيه الكتاب باللغة الأصلية بتاعته إلى من حضارة شرقية إلى حضارة أخرى إذا كان هذا الكتاب يفيد الحضارة الأخرى وإذا كان هذا الكتاب يفيد الأجناس الأخرى الكتاب المقدس ترجم أو الكتاب ترجم في العالم من لغة إلى لغة ترجم لغة سبعينية سنة 200 حتى قريبا 250 قبل الميلاد ترجم العهد القديم إلى اللغة اليونانية من العبرية إلى اليونانية وللغاية النهاردة ترجمات الكتاب المقدس فاقت 2200 لغة ترجم ولهجة الكتاب المقدس ترجم إليها والغاية دلوقتي مستمرين في ترجمة لغات أخرى ولهجات أخرى لم يكن الكتاب المقدس ترجم إليها على فكرة لا يوجد كتاب في العالم يا أسيس نزار ترجم بهذا الكم من الترجمات ده لأن الفايدة بتاعته بتوصل الناس لأله الحي الحقيقي اشتركوا في القناة